اشهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى يده الله ورعاه بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية صربيا الصديقة وما وصلت اليه من مستوى متقدم في شتى المجالات جاء ذلك خلال استقبال جلالته في قصر الاسخير هذا اليوم مع السيد ايفيتسا داتشيتش النائب الاول لرئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية صربيا بمناسبة زيارته للمملكة حيث نقل الى جلالته تحيات وتقدير فقامت الرئيس الاكزاندر فوتيتش رئيس جمهورية صربيا وتمنياته لشعب مملكة البحرين بدوام التقدم والتطور فيما كلفه جلالته بنقل تحياته وتمنياته الى فخامته ولصربيا وشعبها الصديق بالمزيد من الرقي والازدهار ورحب حضرة صاحب الجلالة حفظه الله بوزير خارجية صربيا واستعرض معه سبل دعم وتنمية علاقات الصداقة الطيبة وفرص التعاون في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الى جانب المجالات الزراعية والثقافية والافاق المستقبلية لتعزيزها وتطويرها بما يخدم الاهداف والمصالح المشتركة منوها جلالته بمثل هذه الزيارات التي تعكس الحرص المتبادلة على تطوير العمل المشترك والتطلع الى افاق ارحب من التعاون الثنائي واكد جلالة الملك المفدى ان مملكة البحرين تحرص على توثيق علاقاتها مع جمهورية صربيا في كافة الميادين التي تعود بالخير والنفع على البلدين مشيرا الى الفرص والمقومات المتعددة التي يمتلكها البلدان لتعزيز تعاونهما في مختلف القطاعات لصالح شعبيهما الصديقين من جهته اعرض وزير الخارجية الصربي عن شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة على ما لقيه من حفاوة وكرم الضيافة وعلى حرص جلالته ودعمه لتوطيد علاقات مملكة البحرين مع جمهورية صربيا واعرب وزير خارجية صربيا عن تطلعه الى زيارة جلالة الملك المفدى لصربيا لفتح مجالات اكثر للتعاون الثنائي المشترك ومؤكدا رغبة بلاده وسعيها للارتقاء بالمستوى الثنائي من التعاون مع مملكة البحرين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ترجمة نانسي قنقر